أعلن رئيس الوزراء النرويجي يونس جاستورا اعتراف بلاده رسميا بفلسطين كدولة مستقلة مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري وأكد رئيس الوزراء النرويجي أن الاعتراف بفلسطين كدولة يسلط الضوء بشكل أكبر على موقف بلاده الراسخ بأن الحل الدائم للصراع في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين مشددا على أن للشعب الفلسطيني حقا أساسيا ومستقلا في تقرير المصير قررت الحكومة أن تعترف النرويج بدولة فلسطين وسيدخل اعتراف النرويج حيز التنفيذ في الثامن والعشرين من مايو الجاري وبهذا ستعتبر النرويج فلسطين دولة مستقلة تتمتع بجميع الحقوق والواجبات التي تترطب على ذلك فالدولة الفلسطينية يجب أن تغضع لمعايير القانون الدولي وينبغي أن يكون هناك ترسيم للحدود الإقليمية بين دولتي فلسطين وإسرائيل على أساس حدود قبل الرابع من يونيو عام 1967 لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون أن تكون للفلسطينيين والإسرائيليين دولتهم الخاصة فالسلام في الشرق الأوسط يتطلب قياب دولة فلسطينية